الملاحظات اللي على الجدوة يا جماعة فيه فرقتين بس مخسروش حتى الآن الآلي وزد وواضح جداً الأهل الأكثر تسجيلاً للأهداف هو والزمالك ولكلين 12 هدف الفريق لمحققش أي انتصار في المسابعة حتى الآن المقولين العرب في 6 مباريات تعادل مرتين وخسر 4 الأكثر خسارة في الدوري أو استقبالاً للهزيمة البنك الأهلي خسر 5 مطشات من 6 حتى اضطر للتغيير المدرب ما هو ما تعادلش يا كسب يا خسر والفريق الأكثر تعادلاً في الدوري زد هو وجونة كل واحد يوم تعادل 3 مرات يعني 50% من مطشاته تعادل المقولين أضعف خط دفاع في المسابعة لأنه استقبل 13 هدف في 6 مباريات أكثر من هدفين في كل مباراة كثير قوي أضعف خط هجوم في المسابعة الداخلية ما سجلش غير 3 أهداف فقط في 6 مباريات يعني معدل نص جون في الماتش 3 فرق ما تعادلتش ما عرفتش طعم التعادل مودرن فيوتشر والمصري والبنك الأهلي يا مكسب يا خسار آه ما بقولوله مهاجم الاتحاد السكنداري هدف الدوري ب6 أهداف 6 أهداف في 6 مباريات ده معدل هو تساوى فيه مع أحمد بالحاج مهاجم الجونة وحسام أشرف لعب بلدية المحلة بخمس أهداف قندوسي السيراميكا كيلو باترب خمس أهداف مصطفى زيكوفيزيد أيضا خمس أهداف ثم بيرسي تاوي الأهلي أربع أهداف بص الهدفين كمان حتى جاي من أني فرق مبولوله فجأة الناس دفعت به لصدارة المشهد لأنه هو هدف الدوري سان الفاتح شوف مبولوله لعيب مجتهد جدا مبولوله كل أهدافه فيها درجة من المهارة الفردية والصعوبة والحرص على أنه يخلق من الفسيخ شرباط ما فيش فرص سهلة بيجيبه يطاير وبيلعب دابل كيك يطاير وبيزقوا كرة بسرعة يطاير وبيحضن وبيلف في شقوط يعني كلها الحقيقة هداف أكشن في حركة وفي حركة حسيمة مش حركة يعني كده عنده حجم من الرشاقة وسرعة التلبية دماغه مع عضلاته في حالة توفق جامدة جدا دي ميزة وبعدين الهدر مش وحش مش في لابي لكن الهدر مش وحش بيلعب بشماله ومينه مش وحش قراراته مش وحشة فعنده مقاومات أنه يبقى هداف فهو هداف حتى تجد أن هدافه يعني التلماتيج اللي بالحاج ما هو يشاركه لكن فيهم كم ضربة كده لا يا أربعة يا خمسة يعني هو جايب جايب يعني جايب فريته جايبها ستة هداف وجايب منهم خمسة ظنة أو هو دلوقتي جايب ستة بدربة الجزاء الأخيرة دي مش عارف يعني ممكن هو متعدل دلوقتي مع مابلوله في ستة يعني جايب خمسة هداف منهم أعتقد يعني أربعة من ضربات جزاء فمابلول لا مابلول مش كده ولا بيرسيتاو بيرسيتاو أربعة من أربعة متشاط من أربعة متشاط من خمس متشاط أربعة من خمس متشاط فيه لعيبة تانية زيكو طب ونبي زيكو ده كان ملفت مع الحرس مش سالفات بقولك عليه إيه عنده كل المقامات ولذلك أنا ما اندهشش لما اتاخد في المتخب في المتخب أو المرة أنا اندهشش إنه ما كملش يعني هو العيب بيعمل إيه زيكو ده عالفكرة بيدافع وبيهاجم بيرقص وبيباصي عنده قرار بيقرب لزميله صانع لعب بيشوت بيجيب الجوان والسنة اللي فات كان بيعمل كده مش بالكسافة بتاعت دي لكن عنده تحس لعيب عنده حتة انضباط انضباط وعايز يقدم حاجة فده محتاج حتى عن مستوى الدولة يتبصله صح مين تاني من الهدفين هتجد قندوسي قندوسي طب قندوسي هدف مينو مضرب الجزاء واحدة هزن والباقي لعب أعتقد ان قندوسي هو عشان فرقته أول المعتمد عليه سلم بيلعب متحرر مفيش أدوار تكتكية مكبلة قوي له وفيه لعيبة كده بسلوبه الواعد بفكره بلعيب كويس جدا والمدر مختنع به نعصه حتة من وجهة النظر المدر بتكتكية عنده حد تاني بيستدهاله فده كان وجهة النظر من خروجه إلى الإعارة الآن تبقى رجله في الملعب فقندوسي لعيب مهم جدا ورد أن يرجع في الشتاء ورد إيه لا في الشتاء لا معرفش هو معظمش لا كان كده كده العدد الأجانب زي ما هي الزيادة هتبقى فيها دربك يعني أنت في الشتاء محتاج تخرج حد عشان تجيبه مش أنا قراري بقى هو كمان حسب درجة احتياجك الملحة في هذا الأمر يعني أنك تسيب لعيب أجنابي عشان ترجعه إنما آخر السنة هتبقى باينة هيرجع لعيبة هتبقى باينة ويجوز حد يجيله حاجة بره يعني بيبقى فيه متغيرات أنت بستني الموسم الطبيعي في آخر السنة أنت كل اللعيبة الأجانب اللي عندك لا خلاف عليها إلا مودست اللي هو كراس حربة الناس عايزة حاجة معينة من راس الحربة لسه ما شفتهاش وارد كان يجي لك حد تاني وارد مثلا واحد زي ما بلول لو جي الأهلي هيقدم نفس الطريقة ولا مش هيكمل ولا يطلع أول تربوغالي لا هو كنوعية عنده استمرارية وعنده شخصية وانترجت أكتر من بوالي بوالي كان عامل زي ما بلوله كده بس أنا حتى بعد ما خرج من نادي الأهلي أنا مش شايفه في النسخة بتاعة الجونة في أي حت مش كده ولا إيه كانت استثنائية فترة الجونة هو أنا اللي زعلان عليه أنا تتفقوا معايا تختلفوا معايا ده رأي يا أخواننا من غير ما نزعل من بعض باجي اللي باجي فيه المميزات فيه المميزات فيه المميزات اللي كالتركب معانا دلوقت السرعة والقوة والهجز والمحطة ما فوش الرشاقة لكن فيه الحاجات التانية دي كلها وفيه الإصرار أعتقد أنه ناجح جدا برا في فرنسا سعره علي كمان سيبك من السعر أنا أصل إنما هو طالما أنه مستمر في الدور الفرنسي وبيتقدم يبقى ماشي كويس زعلان أن أذره ماشي طبعا زعلان أن أذره ماشي لأن في وقته ما أنت بتمشي واحد أنت زعلان البداع فرص بس هو هدافك ومتسبب لك في معظم ضربات الجزاء اللي بتيجي عليك وحطك في حالة أمل في أي لحظة تجيب جون فيه لعيبة كده ما ينفعش إن أنا أفضل قيمة على ما اللي تقدمه قيمة على ما تقدمه لأن أحيانا ما اللي تقدمه حيبقى آه مش مقبول لكن إذا كانت تقدم لك أكتر من المطلوب منها اقبل الكلام ده